أحمد يقول في رمضان القادم بإذن الله تعالى العشاء مع صلاة التراويح ستكون مدة نصف ساعة يقول ماذا نفعل بالسنة الراتبة؟ أحسنت يا أحمد على هذا السؤال لأن كثير الآن يسألون يقولون صلاة العشاء مع التراويح نصف ساعة طيب الآن الإمام يصلي العشاء ثم يقوم يصلي التراويح ماذا أفعل؟ الأمر سهل جدا الركعتين الأوليين من صلاة التراويح تنويها السنة الراتبة تنويها السنة الراتبة فتقع ولله الحمس النراتبة وأيضا من جملة قيام الليل